اهلا بكم في فيلم جديد ويتقرر انها تطردهم بنفسها لكنهم بيقدروا ان هما يربوا منها بيوصلوا بعد كده للمقر السري بتاحهم وهناك بتظهر كمية كبيرة من الدهب والفلوس واللي قدروا ان هما يسرقوها في عمليات قبل كده وولف بيفتح التلفزيون بيلاي ان كل القنوات بتتكلم عن عملية السرقة اللي قاموا بيها بتظهر كمان رئيسة المدينة دايان وبتقول انها بتشفق على العصابة لان هما بيعملوا كل ده علشان الناس بس تهتم بيهم وبتقول كمان ان جايزة الدولفن الذهبي هياخدها المواطن المثالي في المدينة بيتعصب وولف من كلام رئيسة المدينة عنهم وبيكون عاوز ينتقم منها وعلشان كده بيقترح على باية افراد العصابة ان هما يسرقوا جايزة الدولفن الذهبي بيرفض سنيك الفكرة في الاول وبيقول ان اي حد حاول قبل كده ان هو يسرق الجايزة دي كانت الشرطة بتقدر انها تقبض عليه في وقتها ولكن وولف بيقول لسنيك ان اللي هيستلم الجايزة هو الهامستر ولان سنيك كان بيحب يأكل الهامستر فبيقتنع ان هما يسرقوا الجايزة وبيتفقوا على معادل عملية بيوصلوا لحفلة تسليم الجايزة وبيكونوا متنكرين وبيقول لهم وولف ان هما هيحتاجوا يسرقوا كارت قائدة الشرطة علشان يعني يقدروا يدخلوا بيه من اول باب وكمان بصمة عين ديان علشان يقدروا ان هما يفتحوا تاني باب بيروحوا وولف لديان وبيتعرف عليه وبتفضل تحكي له بقى عن العصابة اللي سرقت البنك وان العصابة دي غابية جدا وانها متأكدة انها تقدر توبض عليهم وبيتوتر وولف طبعا من كلامها ده وبيطلب منها ان هو يتصور معاها علشان يقدر يسرق بصمة عينها بتقدر وايبس انها تخترق النظام الامني للمكان وبيخبط وولف في قائدة الشرطة اللي ما بتقدرش انها تعرفه وبيقدر ان هو يسرق الكرت بتاعها بيروحوا وولف وبيرانا لأول باب وبيقدروا ان هما يفتحوه واناك بيضربوا الحراس الموجودين في المكان وفي الباب التاني بيستخدموا قصور الديان وفعلا بيقدروا ان هما يوصلوا لمكان جايزة الدولفن الدهبي وكانوا على وشك ان هما يسرقوا الجايزة ولكن فجأة بيظهر نظام حماية متطور حواليهم ما بيكونوش عارفين عنه اي حاجة وكمان وايبس ما بتقدرش انها تعطى النظام الحماية ده بتبدأ الحفلة وبتكلم ديان عن الجايزة وبتبدأ انها تزيح الستارة عشان الجايزة تظهر للجمهور قبل ما الستارة بتتحرك بسواني بتقدر وايبس انها تعطى النظام الحماية الجديد وبتقدر العصابة انها تسرق الجايزة لكن قبل ما يخرجه بيتأثر وولف بكلام ميرمرد اللي كان بيتكلم عن الخير وكمان بتتعرف عليهم قائدة الشرطة وبتؤمر باقي الزباط ان هما يحصلوا المكان وفعلا بيقدروا ان هما يبودوا على العصابة وبيبدأ وولف ان هو يردد كلام ميرمرد عن الخير وبيطلب من كل الموجودين ان هما يدون فرصة اخيرة وان هما مش هيرجعوا يسروا مرة تانية وفعلا بتنجح الخطة وبيدوهم فرصة تانية بيتكلم ميرمرد مع ديان وبيقولهم انه هيكون مسؤول عن افراد العصابة انه هو يحولهم من اخطر عصابة في المدينة لاحسن مجموعة تقدر المدينة بيستغرب باقي العصابة طبعا من اللي عملوا وولف ولكنه بيقولهم ان كل ده جزء من الخطة اللي هو عاملها وان هما هيعملوا بس ان هما طيبين لحد ما عاد الحفلة الجاية وساعتها هيضروا ان هما يسروا الدولفين الدهبي ويهربوا بيروح فعلا العصابة بعد كده لقصر ميرمرد علشان يبدأوا تدريب على انهم يكونوا اشخاص طيبين وبيبدأ ميرمرد ان هو يدربهم على المشاركة ولكن بيظهر سنيك وهو مش قادر ان هو يشارك مع الناس في اي حاجة حتى الايس كريم كان بيأكلوا لوحده بياخدهم ميرمرد بعدها علشان ينقذوا قطة كانت موجودة على الشجرة لكنهم بيعملوا عكس كده وبيخوفوها بيسألهم ميرمرد بعد كده عن المهارة اللي هما بيقدروا يعملوها علشان يعني يقدر يديهم تدريبات تناسبهم لما بيقولولو ان هما بس شطار في عمليات الاحتيال والسرقة فبيطلب منهم ان هما يسرقوا شركة معينة علشان يحرروا الهامستر اللي موجود جوه واللي بيستخدموه علشان يعملوا عليه ابحاس بتبدأ العصابة فعلا ان هما يدخلوا للشركة بيطلب ميرمرد من الصحفيين ان هما يركزوا كاميراتهم على الابواب علشان يصوروا العصابة وهم عادين بيعملوا خير لكن فجأة بيتفتح الباب وبيظهر ان العصابة كانوا بيأكلوا افراد الهامستر مش بينقذوهم ولا حاجة بينزل الخبر ده في الجرائد بتعصر ديان جدا وبتطلب من ميرمرد ان هو يوقف التجربة وانها هتدخل لعصابة السجن ولكن وولف بيفضل يتكلم معاها وبينجح ان هو يقنحها ان هما يكملوا تجربتهم وفعلا بتوافق انها تديهم فرصة تانية بيظهر بعده وولف وهو بينقذ قطة من على الشجرة وبيظهر ميرمرد اللي كان بيصور اللي حصل ده وبيقوله ان هو شخص طيب وبدأ ان هو فعلا يتغير وبيطلب منه ان هو يبعد عن بقى العصابة ولكن سنيك بيكون قريب منهم هو بيسمع اللي قالوه لما بيسأله بالليل عن اللي حصل بيقوله وولف انه كل اللي عمله ده او بيعمله ده يبقى جزء من الخطة بييجي معادل حفلة وبتبدأ لعصابة انها تحط الخطة بتاعتهم بنعرف ان سنيك هيكون مسؤول عن سرقة الرقم السري اللي موجود في شنطة قائدة الشرطة اما شارك هيكون معاهد دولفن المزيف اللي هيحطوه مكان الاصدي اما وايبس هتخترق النظام الامني في الوقت اللي هيكون فيه وولف على المسرح بيقول كلمته عن تحولهم لاشخاص طيبين وبينبهر كل الافراد العصابة بخطة وولف بيوصلوا فعلا للمكان وبتبدأ الخطة هنا بيلووا بقى كل الموجودين في الحفلة بيرحبوا بيهم كمان بيكونوا مبسوطين ان هما اتحولوا لاشخاص طبيعيين وطيبين واببرعوا كمان بفلوس كتيرة لأعمال الخير لما بيشوف وولف اللي حصل ده بيقرر انه هو ما يطفش النور علشان يبدأوا الخطة بتاعتهم بياخد وولف الدولفن الدهبي وبيسلموا الميرمرد ولكن فجأة بيقطع النور في المكان بيختفي تاج الخير في المدينة وبيشك كل الموجودين في وولف وعصابته بيحاول وولف انه هو ينكر انهم عملوا كده ولكن فجأة بتظهر علامة العصابة على الشاشة فبيتأكد كل الناس انه هما اللي سرقوا التاج بيجري وولف بقى على دايان وبيوعدها انه هيرجع كل حاجة لطبعتها وبيديها ورقة وبيحاول بعد كده انه هو يهرب مع باقي العصابة ولكنهم مش بينجحوا انه هما يهربوا وبتقدر العصابة انها تقبض عليهم بيروح ميرمرد يتكلم معاهم وساعتها بيحس وولف انه هو شاف طريقة كلامه دي قبل كده وبيفتكر ان طريقته زي طريقة الست اللي انقذها وولف قبل كده وساعتها كل حاجة بتتكشف ان ميرمرد عمل كل ده علشان يقدر يستغلهم وانه هو في الوقت اللي كل الناس كانت مركزة معهم في الحفلة كان هو بيسرق التاج من غير ما الناس تاخد بالها منه وفعلا بيظهر ميرمرد على حياته وبيقولهم انه سرع التاج علشان يقدر يوصل للنيزك اللي هيستغل قوته في انه يعمل اكبر عملية سرقة في التاريخ بيحاول وولف ان هو يهجمه ولكن ميرمرد بيفتح الباب بسرعة وساعتها بيظهر للناس انه وولف واسابته ما تغيروش ولكن ديان بتكون حاسة ان في حاجة غلب بتحصل لما بتفتح الورقة اللي ادهى لهولف في الحفلة بيكون حدد لها المكان السري للعصابة وفعلا بتوصل ديان للمكان وهناك بتلاقي كل الذهب اللي سرقوه في العمليات اللي فاتت قبل كده بتوصل بعد كده لعصابة للسجن وبيكونوا متعصابين لانه وولف ما قطعش النور زي ما كانوا متفقين وبيقول سنيك انه هو سمع ميرمرد وهو بيطلب منه انه هو يبعد عنهم ولكنه ما توقعش انه هو يخدهم ويبدأوا انه هما يدخنوا مع بعض لكن فجأة بيظهر شخص مقنع وبيفضل يضرب في كل الحراس اللي في السجن وبيروح للعصابة علشان ينقذهم من السجن وبنكتشف ان الشخص المقنع ده يبقى ديان وبنعرف كمان انها الشخص الخطير اللي سرق الجايزة من فترة طويلة واختفت من وقتها بتقدر فعلا انها تخرجهم برا السجن وبتطلب منهم انه هما يساعدوها علشان يقدروا انه هما يوقفوا خطة ميرمرد وبيوافق وولف انه هما يساعدوها ولكن بقى العصابة بيرفضوا وبيسيبوهم وبيمشوه بيظهر ميرمرد اللي بيعمل تجربته اللي بتكون عبارة عن انه بيسيطر على عقول الهامستر وفعلا بتنجح تجربته وبيقدر انه هو يجمع جيش كبير جدا من الهامستر وبيقدر انه هو كمان يسيطر على عقولهم بيظهر على جهاز التتبع اللي في قضة ديان تحركات الهامستر علشان يسرقوا فلوس التبرعات باوامر من ميرمرد وبيقرروا وولف مع ديان انه هما يوقفوهم باي طريقة بيوصل بقى العصابة للمكان السري وبيتصدموا لما بيلاووا ان كل الده بتسرق وبيتعصب سنيك جدا وساعتها بيديدوا شارك الايس كريم بتاعه علشان يهديه وبيستغرب كل العصابة لانها بتكون اول مرة يعمل فيها شارك حاجة كويسة اصلا بتقولهم وايبس ان الكلام وولف كان صح وانهما لازم يتغيروا للاحسن ولكن سنيك بيرفض كلامها لان هما استحالة يكونوا اشخاص كويسة وبيسيبهم وبيمشي اما ميرمرد فبيقدر ان هو يسرق كل العربيات اللي فيها التبرعات وبيوصل ديان وولف للمكان وبيشوفوا الدولفن الدهبي بيجروا علشان ياخدوه ولكنه بيكون فخ منه وبيقدر ان هو يقبض عليهم هما الاتنين بيدي وولف اكتر لما بيعرف ان سنيك هو اللي بلغوا ان هما جايين يجموا على المكان وبيدي ميرمرد اوامر للمساعدين بتوعه ان هما يقتلوهم وبيسيبهم وبيمشي لكن بيوصل باية افراد العصابة في اخر لحظة وبيقدروا ان هما ينقذوهم وبيقدروا كمان ان هما يوصلوا للنيزك وبيكون ميرمرد لسا مسيطر على الهامستر وساعتها بتقدر وايبس انها تسيطر على كل العربيات اللي ركبها الهامستر وبتغير اتجاهها للاماكن اللي كانت هتوصل لها فلوس التبرعات بيروح بقى لعصابة للشرطة علشان يسلموهم النيزك لكنهم فجأة بيغيروا رأيهم وبيقولوا ان هما لازم يجيبوا سنيك علشان يحضر معاهم لكنهم لما بيوصلوا هناك بيظهر ميرمرد وبيقمر جيش الهامستر ان هو يطردهم وكمان بيهددهم ان هما لو ما سلموش النيزك هيقتل صاحبهم سنيك وبيطلب منه وولف ان هو يسيب سنيك وان هو هيسلمه النيزك اللي هو عايزه وساعتها بيتعصب ميرمرد وبيرمي سنيك من الطيارة وساعتها بيضح يقول في بن نيزك وبيجري بالعربية من على الجسر علشان يقدر ينقذ صاحبه بيفقد ميرمرد السيطرة على جيش الهامستر وبيوصل بن نيزك فعلا لقمة الجبل ولما بيشوفوه الصحفيين بيفتكروا ان هو اللي انقذوا من العصابة فبيستغل الفرصة وبيطلب من الشرطة ان هو يحتفظ بن نيزك في المعمل بتاعه لكن فجأة بيكتشفوا ان النيزك ده من الاساس مزيف وبنعرف ان اللي عمل كده هو سنيك لما عرض على ميرمرد ان هو يساعدك بيقع النيزك المزيف ده على ميرمرد وبتقع الجوهرة الغالية من ايده وساعتها بتعرف الشرطة انه يبقى الشخص المجرم اللي سرقها من فترة طويلة وبيقبضوا عليه وبتقضي عصابة وولف مودة الحبس بتاعتهم وبيخرجوا بعدها من الحبس وبتروح لهم ديام بعر بيتها وبيبدأوا مع بعض صفحة جديدة من غير اي سرقة تاني وبس كده لحد هنا بينتهى الفيلم والحلقة بتاعتنا نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم فلو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام